أكثر من أي وقت ماضى بات ملف تنظيم الإخوان الإرهابي محل نقاش في الدوائر السياسية الأمريكية رجال العلاقات الخارجية والموازنة والاستخبارات في الكونغرس تطالب وزيري الدفاع والخارجية بإعداد تقرير شامل عن التنظيم الإرهابي وهي خطوة تأتي عقب مناقشات داخل المجلس بشأن تهديد الإخوان للولايات المتحدة الأمريكية وسيشارك مدير الاستخبارات في إعداد التقرير ومنح الكونغرس مهلة عام كأقصى تقدير من أجل إعداد التقرير وحسب طلب الكونغرس فإن التقرير يجب أن يتضمن أصول تنظيم الإخوان وطبيعته ووصف استراتيجيته وسياسته وأهدافه وأنشطته حسب كل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك معلومات بشأن المنظمات المرتبطة به وفروعه وهياكله القيادية ومصادر تمويله مصادر من الكونغرس الأمريكي ترى في تلك الخطوة توجها نحو تصنيف الإخوان منظمة إرهابية في الولايات المتحدة وهو توجه تصاعد أكثر مع وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة ويبدو أن واشنطن بدأت تقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن تنظيم الإخوان الإرهابي هو الرحم التي خرجت منها معظم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة فقد أكدت وثائق كشفتها الاستخبارات الأمريكية العام الماضي إقرارا من زعيم تنظيم القاعدة السابق بتأثره بفكر تنظيم الإخوان الإرهابي وهي وثائق حصلت عليها الاستخبارات الأمريكية في منزل بل لادن عقب المداهمة التي قتل فيها عام 2011 في باكستان تقرير الكونغرس الأمريكي الذي كان مصاحبا لقانون موازنة الدفاع الذي تم إقراره طالب أيضا وزيري الدفاع والخارجية بإعداد تقرير آخر بشأن ميليشيات حزب الله اللبناني ويجب أن يقدم خلال 120 يوما ويجب أن يصف التقرير الأهداف الاستراتيجية لميليشيات حزب الله في الشرق الأوسط وأنشطته في المنطقة وآثارها على الصراعات الإقليمية وكذلك وصف قدراته العسكرية والقتالية وترسانة أسلحته وأدوات تمويله وطرق الإمداد والتهريب التي يستخدمها الحزب ترجمة نانسي قنقر